اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين وكل اعزائي المتابعين اهلا بحضرتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة مع حلقة جديدة اليوم حلقة جديدة فيها مواضيع مسيرة ومواضيع تتواطر على الساحة وفوائد صحية ومعلومات من كل انحاء العالم يلا بينا نشوف اهم المواضيع اللي معانا معانا ضرب مبرح واحتجاز المطربة شرين عبدالوهاب طبعا كلنا عارفين شرين عبدالوهاب او المطربة شرين من احب الناس في الوطن العربي تعرضت اليوم الى ضرب مبرح واحتجازها هنعرف التفاصيل قريبا والفوضى تعم فرنسا الان وقت حام البنوك اه وزي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير المتوقع اه لعام عشرين اتين وعشرين ان تبدأ اوروبا في الفوضى والتقسيم والمظاهرات والاضطرابات الداخلية وتغيير الحكومات وهذا المتوقع لكل اوروبا بالكامل على نهاية هذا العام اه ومعانا عاجل لكل من الدول الاتية مواضيع عاجلة جدا الكويت والعراق والمغرب والسعودية يلا بينا نشوف كل الاخبار بالتفاصيل وهنبدأ اول خبر معانا وقبل ما نبدأ بفكر حضرتكم بعمل اللايك للفيديو اللايك مهم جدا لينا فما تبقلش علينا به اه وده يعتبر الشكر الوحيد لفريق القناة على مجهوده ويا ريت لو عملته دلوقتي اكون شكر لحضرتك مقدما اه علشان نركز فيه اللي جاي كمان اه بفكر حضرتك لو جديد معي انا وعايز يوصلك كل جديد يريد تشارك في القناة والفعل الجرس ويا جماعة متوقفوش المعلومة عندكم المعلومة ممكن تفيد غيركم جدا فارجوكم شيروا الفيديو وانشروا المعلومة للجميع واعملوا شير واخر حاجة بطلبها منكم دايما في هذا العام عشرين اتنين وعشرين عام البلاء والغلاء والوباء والحروب لازم نقول مع بعض هذا الدعاء اللهم ارفع غضبك ومقتق عنا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانزر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين قولوا امين يا جماعة لان انا خدت عهد على نفسي اخذ سواب من هذا الدعاء واقترب الى الله وبتمنى حضراتكم تاخدوا معي السواب وتكتبوا امين وعايزين مليون امين في هذا العام والعصر الغريب ونقرأ اول معلومة هبدأ معاكم بالمعلومة الصحية او الطبية اللي اتفقنا عليها في الموقع او في هذه القناة بان احنا نقول معلومة صحية مع كل الاخبار السيئة والمتشائمة هذه فعندنا عشر فوائد مذهلة للرمان على صحتك يحميك من امراض القلب والسرطان ونقرأ فوائد الرمان يحمل الرمان فوائد غذائية عديدة على صحتك فهو غني بالمركبات والفيتامينات التي تجعل منه طعاما صحيا للوقاية من العديد من الامراض حيث يحتوي على مضادات الاكسادة خاصة مادة البولويبينول وفيتامين سي الذي يلعب دورا في تعزيز منعتك في فصل الشتاء بجانب دوره في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة للرمان تبقى لما ورد في موقع هيلث لاين أولا غني بمضادات الاكسادة واثنين غني بفيتامين سي أكثر من 40% من احتياجك اليومي يعني لو خدت صمرة رمان واحدة هتبقى 40% من احتياجك ولو خدت صمرتين رماني يبقى كده انت خدت احتياجك كامل التقريبي من فيتامين سي والوقاية من السرطان وجدت بحثون ان الرمان قد يساعد في وقف نمو خلايا السرطان البرستاتة لاحتواءه على مضادات الاكسادة الوقاية من الظهيمر والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويقلل التهاب الامعاء ويحسن الهضم ومفيدا للاشخاص المصابين بداء كرون والتهاب القولون التقرحي وامراض الامعاء الالتهابية مفيد جدا يا جماعة من دكتور فعلا قال لي مفيد جدا جدا للي عنده التهاب في القولون او تقرحات في القولون والامعاء كمان مضادات للالتهاب عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الاكسادة لذا يمكن ان يساعد في تقليل الالتهاب في جميع انحاء الجسم ومنع الاجهاد التأكسودي والاضرار التهاب المفاصل قد تساعد مركبات الفلافنول الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساعد في التهاب المفاصل وتلف الغضريف وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وامراض القلب يعتبر عصير الرمان من اكثر انواع العصائر المفيدة لصحة القلب حيث وجدت دراسات سابقة انه يحسن تضفك الدم ويمنع الشرايين من ان تصبح سميكة كما يؤدي ايضا الى ابطاء نمو الويحات وتراكم الكوليستيرول في الشرايين يعني نقول ربنا عطينا معجزات في هذه الفواكه فما تقللوش منها يا جماعة وما تلجأوش الى الادوية وخلاص الوقاية من ارتفاع ضغط الدم معصير الرمان يوميا برضو بيعمل انخفاض في ضغط الدم ومضاد للفيروسات لانه غني فيتامين سي والعناصر الغذائية الاخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين اي كما ثبت ايضا ان رمان مضاد للبكتيريا ومسببات العدوى المختلفة الحمد لله على ان ربنا بيدينا هذه الفوائد والفواكه اللي ممكن تفيدنا في كل حاجة فاكسروا من الرمان نخش بقى على نروح لباريس في ظل قزمة وقود والتضخم مظاهرات حاشدة بباريس وتحطم وجهات المصارف او البنوك وانتوا شايفين ادي المظاهرات التي تعم الان وانا بكلمكم دلوقتي برضو حتى الان المظاهرات في كل مكان في باريس وقاموا بتحطيم وجهات البنوك ومطالبات بفرض ضرائب اكثر على الاغنياء واتخاذ اجراءات جدية في مواجهة التغير المناخي والكلام ده بتاريخ 16 اكتوبر يوم الاحد 16 اكتوبر عشرين اتنين وعشرين قبل ما نخش فرنسا ميلانشون يدعو الفرنسيين الى المشاركة الواسعة في تظاهرة التلات المقبل ويقول لهم لا تتركوا مكانكم في المعركة للاخرين ودي كارثة ان فرنسا النهاردة الحد وعايزين يعملوا تظاهر يوم التلات واضربات الان في فرنسا في كل مكان وهنا فرنسا وفرنسا بيقول عشرات الالاف يتظاهرون احتجاجا على غلاء المعيشة ودي مش واحد ولا اتنين ولا الف عشرات الالاف واللي متابع حاليا لايف هيلاقي في جميع شوارع ومقاطعات فرنسا وده يوم الاحد 16 اكتوبر ونقرأ مثلا هنا شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاحد مظاهرات عارمة احتجاجا على غلاء المعيشة ورفضا لخطة حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وجاءت التظاهرات بدعوة من اليسار وانصار البيئة التي شهدت مشاركات عشرات الالاف بعد تصاعد موجة الغضب في فرنسا مع انعكاس الحرب في اوكرانيا على الاقتصاد العالمي وذيادة التضخم بدوره قال دعيم تحالف اليسار جان لوك ميلانشون ان هناك نوع من الجبهة الشعبية يتبلور في اللحظة الراهنة مضيفا خلال مشاركاته بالتظاهرات سيكون لدينا اسبوع غير عادي يعني تبقى معنا بقى فرنسا كل يوم وعلينا ان نفكر جميعا كيف نساعد بعضنا البعض مؤكدا ان فرنسا تعيش في الفوضى ليس بسببكم بل بسببهم فرنسا تعيش في الفوضى فعلا في كل نواحيها وشدد على ان الوحدة الوطنية هلح للازمة معتبرا ان الوحدة الشعبية ممكن ان تصبح جبهة شعبية دعينا المتظاهرين الى المشاركة الواسعة في تظاهرات الثلاثاء المقبل متوجها اليهم بالقول لا تتركوا مكانكم في المعركة للاخرين ولا تستسلموا وامنعوا 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 سرقة ثرواتكم وطبعا عندنا هنا ان من كتر المظاهرات ما تمت ان اقاموا بتحطيم وجهات المصارف وطبعا ممكن نشوف الفيديو بس ما اقدرش علشان حقوق طبعه النشط وتزامنا مع استمرار ازمة نقص الوقود في فرنسا بسبب اضراب عمال المصافي نظامة احساب احساب اليسار كذا وافاد مراسل عربية بان المتظاهرون يحطمون وجهات مصارف او بنوك في باريس فيما قال منظم المظاهرات ان عدد المشاركون بلغ 140 الف شخص 140 الف شخص ويطالب المشاركون برفع مستوى الرواتب ومكافحة ارتفاع الاسعار وتحديد سن التقاعد عند مستوى الستين عام وخلي بالكم يا جماعة طبعا كلام كتير مش هنخش بقى فيه ولكن الخوف كمان مش في فرنسا الخوف ان بدأت تيجي اه اه يعني مطالبات لبعض الدول العربية اللي بتخضع لضغط رهيب في الاسعار وضغط رهيب في المعيشة وغلاء المعيشة بعمل مظاهرات مماثلة لما يحدث في باريس والدول الاوروبية ولكن ارجوكم حافظوا على دولكم وما تخلوش الخلايا النائمة التي تهدف الى احراق البلاد وعمل صورات فهذه مخططات امريكية بحتة مخططات مثل مخططات الربيع العربي فكل واحد يكون حكيم وحاطط عقله في دماغه وفاهم بيعمل ايه حتى لا نقع في براسن هذه الصورات وربنا يعديه على خير وعارفين ان في ضغط غير عادي في غلاء المعيشة وعلى الحكومات جميع الحكومات العربية التحرك لمساندة الشعوب علشان لا نقع في براسن هذه الدعوات التخريبية والصورات التي تهدف الى وقوع وتحطيم الداخل في كل دولة عربية فربنا يعديها على خير ان شاء الله ونقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عننا وعديها على خير نروح للمطربة الجميلة اللي بيحبها ويعشقها الكثير من العرب شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها ده يوم الاحد 16 تشرين الاول او 16 اكتوبر او 16 عشرة عشرين اتنين وعشرين وطبعا كلنا نعلم ونعرف المطربة الجميلة اللي صوتها دهبي شيرين عبد الوهاب بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها الفنان حسام حبيب تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب للاعتداء من قبل شقيقها محمد الذي اكبرها على البقاء محتجزة في احدى مستشفيات القاهرة في جمهورية مصر العربية وتفاصيل الاعتداء تم تحريرها في محضر رسمي تقدم به المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة المصرية لاثبات الحالة ضد شقيقها وحمل المحضر رقم 12-436 لسنة 2022 إداري النزهة وذكر في المحضر انه اتهم شقيق المطربة شيرين بالاعتداء على موكلته بالضرب واجباره لها على الاحتجاز بأحد المستشفيات وتنقلت مصادر محلية عن مصدر مقرب من الفنانة ان حالتها الصحية صعبة للغاية كما انها غير قادرة على الحركة بعد اصابتها بالرباط الصليبي ولم يتم الاستقرار بعد على صفرها للخارج لاجراء جراح عجلة ام لا وكانت بعض المواقع المحلية نشرت حادث تعرض الفنانة شيرين للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب بعد تنازلها عن البلاغات وطبعا الكلام ده فاحنا ندعو للفنانة شيرين ان ربنا يهدي حالها لان شيرين في مشاكل على طول ما نعرفش بسببها ايه فنتمنى لها التوفيق والعلاج وانها تقوم بالسلامة وانا واحد من المعجبين بشيرين عبد الوهاب بصوتها الرائع ولكن اللي بتعمله الايام دي غير مفهوم بالمرة ومش فاهمين ايه اللي بيتم لشيرين طبعا كل المواقع كتب عنها ضربها واحتجزها بالمستشفى شيرين عبد الوهاب تقاضي شقيقها وانا نخش بقى على السعودية من شيرين عبد الوهاب للسعودية السلطات السعودية توضح حقيقة ظهور مخلوق غريب في احد المنتزهات وفي فيديو ان ظهر مخلوق غريب والناس ابتدوا يتدولوا الفيديو في اماكن كتيرة ولكن كشفت كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية حقيقة الفيديو المتداول لمخلوق غريب في احد المنتزهات وفي بيان له قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهو مركز رسمي يتبع الحكومة السعودية اشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه حيوان غريب بمنتزه المربع بمحافظة احد رفايدة يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية انه وبعد ارسال فريق ميداني يوم 12 اكتوبر والوقوف على الموقع تبين ان الكائن احد الكلاب السائبة واشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي كذا وانه ده احد الكلاب السائبة ويؤكد المركز في الوقت نفسه متابعته جميع ما ينشر في وسائل الاعلام والتفاعل التواصل معها مهيبا بالجميع تحر الدقة في النشر يعني الناس اللي نشروا هذا المقطع واللي قالوا ان ده شيء غريب وإلحقوا كلام من ده وخوف الناس على ان ده مخلوق غريب في السعودية وشكله غريب فده طلع احد الكلاب السائبة في السعودية والحمد لله انه لا مخلوق غريب ولا اي حاجة وحبينا نجيب لكم صحة الخبر كمان نروح للمغرب المغرب يعتزم اطلاق مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات ومبروك للمغرب ده كان بتاريخ خمساشر اكتوبر او خمساشر عشرة عشرين اتنين وعشرين وينبارك للمغرب والملك محمد السادس ناوي يعمل استثمارات غير عادية في المغرب اعلن الملك الملك المغرب محمد السادس عزم بلاده اطلاق مشاريع استثمارية بميزانية خمسمية وخمسين مليار درهم اللي هي تساوي خمسة وخمسين مليار دولار وتوفير خمسمية الف فرصة عمل ما بين عامي عشرين اتن وعشرين وعشرين ستة وعشرين والف برضو مبروك لاخوتنا واحبائنا في المغرب وقال الملك امس الجمعة خلال خطابه في افتتاح الدورة التشريعية جديدة للبرلمان المغربي في العاصمة الرباط لتحقيق الاهداف المنشودة اطلاق المشاريع وجهنا الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار ودعا الى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل اليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات من اجل تقوية ثقة المستثمرين في البلاد واوضح الملك محمد السادس الهدف الاستراتيجي هو ان يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني وطلب ملك المغرب القطاع البنكي والوطني بدعم وتمويل الجيلة الجديد من المستثمرين ومبروك للمغرب وان شاء الله تبقى بداية مشاريع والستثمار جيد في المغرب المغرب هنا اصابة الامير رشيد بفيروس كورونا وده كان يوم 14 اكتوبر وبيقول الخبر افادت القناة المغربية الاولى بان الامير مولاي رشيد تعذر عليه مرافقة الملك محمد السادس الى البرلمان مساء الجمعة بسبب اصابته بفيروس كورونا نتمنى للامير رشيد كل الصحة والعافية ويقوم ان شاء الله بكل خير وصل قبل لحظات صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولير عهد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن الى مقر البرلمان لترقص افتتاح الدورة الاولى الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية والعشر ولم يتمكن صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد من مرافقة جلالة الملك حفظ الله في هذه المناسبة نظرا لاصابته بفيروس كوفيد 19 او فيروس كورونا ونتمنى للامير كل الشفاء والتعافي معانا كمان من الكويت الكويت خلاص الامير الكويت يصدر مرسوما باعادة تشكيل الحكومة ده بتاريخ يوم الاحد 16 اكتوبر او 16 عشرة 2022 ويتم اعادة تشكيل الحكومة الجديدة اصدر امير الكويت الشيخ نوافل احمد الصباح يوم الاحد مرسوما اميريا باعادة تشكيل الحكومة وقال مركز التواصل الحكومي ان اعادة تشكيل الحكومة برئاسة احمد نواف الاحمد الصباح شمل تعيين طلال خالد الاحمد الصباح نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وبراك علي براك الشيتان نائبا ايضا ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء واكد مركز التواصل الحكومي الكويتي انه تم تعيين بدر الملة وزيرا جديدا للنفط ونائبا لرئيس مجلس الوزراء واضف ان المرسوم الاميري بتشكيل الحكومة تضمن ايضا تعيين عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية وسالم الصباح وزيرا للخارجية وعبدالله السالم وزيرا للدفاع وصدور مرسوم باعادة تشكيل الوزارة سمو الشيخ احمد نوافل احمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ده يوم 16.10.20.22 ودي اسامي كل الوزراء موجودين ونتمنى للحكومة الكويتية كل الخير وقيادة الكويت بكل خير ان شاء الله والخير يعم على جميع دولنا العربية باذن الله معانا كمان من العراق عضو تحالف الفتح الحكومة العراقية الجديدة ستلاحق ترامب في قضية اغتيال المهندس وده كان بتاريخ 15.10 او 15 اكتوبر 2022 وده من اوائل القرارات اللي هتعملها الحكومة العراقية الجديدة وقال عضو تحالف الفتح حامد الموسوي يوم السبت ان الحكومة الجديدة ستتابع مع القضاء الامريكي ملف اغتيال نائب رئيس هيئة الحجر الشعبي ابو مهدي المهندس والسوداني هو رئيس الوزراء الجديد يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية واكد عضو تحالف الفتح في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبسه فضائية السومرية ان حكومة السوداني ستتابع مع القضاء الامريكي ملف اغتيال المهندس لمحاكمة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على هذه الجريمة وصرح بان حكومة محمد شايع السوداني ستكمل ما انجزته حكومة عادي العبد الهادي كل التوفيق وتبيناتنا بكل التوفيق لحكومة العراق الجديدة وان شاء الله يستعيدوا ما اخذ منهم بعد عام ونصف من التأجيل افتتاح مطار كاركوك الدولي في العراق والف مبروك للعراق الحبيب والشقيق وان شاء الله تبدأ العراق تستعيد صحتها ويصبح العراق الجريح كما كان من قبل العراق القوي الأبي الكبير وده بتاريخ 16-10-20-22 واعلنت وزارة النقلة العراقية اليوم الأحد افتتاح مطار كاركوك الدولي أمام الرحلات الدولية والخارجية وذلك رغم الانتهاء من أعمال إنشاؤه منذ مطلع فبراير 21 من سنة ونص تم عمله ولم يفتتح وقالت وزارة النقلة العراقية في بيان افتتح وزير النقلة كابتن ناصر حسين بندر ممثلا عن دولة رئيس الوزراء اليوم الأحد مطار كاركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد سنين من الانتظار ومبروك للعراقيين وان شاء الله في انتظار عراق عظيم بإذن الله وإزالة الغم عن جميع الدول العربية إن شاء الله وجميع الوطن العربي والمغاربي والجزائري بإذن الله تعالى لم يتبقى لي إلا أن أشكر وحضرتكم على وجودكم في هذه اللحظة وبفكركم يا جماعة بعمل اللايك في هذه القناة القناة التي ستجدوا فيها جميع التوسيقات والمصدقية ونتحدى أي شخص على وجه العالم إن يطلع لنا أي خبر غير موسطق وغير صادق فنرجوكم باللايك بالاشتراك في القناة واتدوس على زرار أحمر لتحت الفيديو اشتراك أو سبسكرايب ليصلك كل جديد ونشر المعلومة يا جماعة انشروا الفيديو في كل مكان اعمل شير خلي المعلومة تعمل مع الجميع ولا تنسى الدعاء اللهم ارفع غضبك ومقتك عننا اللهم ارفع عننا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين قول أمين ارجوك قول أمين وانشروا الدعاء مليون مرة شكرا لحضراتكم اترككم في رعاية الله وأمنه انت تستنوني في فيديوهات مهمة جدا والسلام طبعا ختام